بسأل حضرتك عن فترة دخول المسيحية إلى مصر والطهد الرومان إلى آخره يعني هذه الأحداث التاريخية التي نعلمها طبعا هي كانت مهمة جدا وجودها في هذا العمل في هذه الفترة هل استعنت بالكنيسة المصرية لمراجعة هذه الأحداث؟ كان معنا دكتورة ماري كوبيليان وهي علمة كوبتولوجي وكان معنا كمان الكنيسة نفسها والمعهد العالي للدراسات الإبطية كان راجع معنا لحلقات بعد كتابتها وأضافوا الحقيقة للحلقات حتى معلومات ما كانتش عندنا بس طبعا كانت الكنيسة وحتى عملنا أول عرض لأول حلقة من الموسم الثاني في الكنيسة بحضور البابا في شهر ستة الفائدة كان رأيه؟ كان مبسوط جدا كان مبسوط جدا ويعني حتى انبساطه لمسني أنا بشكل شخصي لأن طبعا مهمة قوي أن نحن نشوف عمل وسائقي هو شبه تاريخي ونتكلم فيه بشكل صحيح أنا كمان في الموسم الثاني كنت حاسس أنه إحنا هنا في مصر النهاردة يعني بنتكلم على مصر الأديمة ولو بشكل سطحي بس بنتكلم على مصر الأديمة وبنتكلم على الفترة الإسلامية اللي بعد كده والفترة المسيحية بيتم تجاهلها بشكل كبير مع أن هي فترة غنية برضو ثقافيا وحضريا وفنيا وفيها قصص بديعة يعني قصص الإتهاد وأول إنجيل في العهد الجديد تكتب هنا في مصر أو الكنيسة في أفريقيا تبنت هنا يعني كل الحاجة يعني الفكرة اللي رهبنا دي دي فكرة مصرية خالصة خرجت من صحراء مصر إلى العالم ومن التراث المصري الجميل فعلا هي كمان فاعتقاضي أنا الشخصي إنه الفكرة الأديرة بالتحديد دي المعابد المصرية القديمة لأنه هي نشأت في وقت كانت المعابد لسه مفتوحة ولسه شغالة وإحنا عارفين إن المعابد كانت يعني نظام شغلها كان شبه الأديرة النهاردة فكبت بجواها مدارس جواها مستشفيات بيزرعوا بينتجوا بيشتغلوا وهم كهنة جوا المعبد وزي ما حريك بتقول ده موجود حتى الآن هو كمل في الديانة المسيحية ولكن هو جاي من مصر الأديمة